افترضوا أن أحدكم ذهب لإجراء الفحص الطبي السنوي وأخبره الطبيب أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم ماذا يعني ذلك؟ ولماذا يمكن أن تكون هذه مشكلة؟ مصطلح ارتفاع ضغط الدم يعني أن الضغط في الأوعية الدموية مرتفع جداً أو بعبارة أخرى يتعرض الدم المتضفق في الأوعية الدموية لضغط أعلى من المعتاد لتوضيح ذلك تخيل الجهاز الدوري مثل شبكة أنابيب هناك مضخة تضخ الماء عبر هذه الشبكة المضخة هي القلب والماء هو الدم يدخل قلب الدم إلى الرئتين والجسم بعدها يعود ذلك الدم إلى القلب مرة أخرى يشبه الجزء الخارج من المضخة الشرايين الخارجة من القلب في حين يشبه الجزء الداخل إلى المضخة الأوردة الداخلة إلى القلب لدى كلا هذين الأنبوبين الداخل والخارج أو الأوردة والشرائين مقداراً معين من الضغط يوجد هنا عند الجزء الخارج من المضخة الضغط الشرياني وهنا عند الجزء الداخل للمضخة يكون الضغط الوريدي يدخل قلب الدم من خلال الشرايين بالتالي إذا كان الضغط في الجانب الشرياني مرتفعاً جداً يصبح من الصعب جداً على القلب ضخ المزيد من الدم هذا يعني أنه يجب على القلب بذل المزيد من الجهد لأنه سيدخ الدم مقابل ضغط مرتفع هناك الكثير من العوامل التي تسبب ارتفاع الضغط وتجعل القلب يبذل جهداً أكبر لكني سأركز في الشرح على عاملين رئيسين وهما التضفق والمقاومة بالنسبة للتضفق فهو يصف كيفية تحرك كمية من السائل أو كيف يسير الماء خلال الأنابيب أو في حالتنا كيف يتضفق الدم في الجسم عندما يكون هناك المزيد من السائل الذي يحاول الجريان في نفس المساحة فإن الضغط سيرتفع مثلاً إذا فتحتم الصنبورة في هذه الشبكة سيتضفق فجأة المزيد من الماء في الأنابيب التي لم يتغير حجمها بالتالي ستتعرض هذه الأنابيب لضغط أعلى لكن كيف يتم فتح الصنبور؟ وكيف حصل هذا التضفق المتزايد؟ أو في حالتنا كيف حصل هذا التضفق المتزايد للدم في الجسم؟ يحدث هذا التزايد في حجم السائل المتضفق بسبب الكليتين لأن أحد الوظائف الأساسية للكليتين هي تنظيم السوائل في الجسم يمكن أن يكون سبب ذلك أيضاً ارتفاع مستوى الأملاح في الأوعية الدموية حيث يميل السائل إلى الانتقال إلى المناطق ذات الملوحة الأكثر بالتالي زيادة الأملاح في الأوعية الدموية يعني زيادة السوائل في الأوعية الدموية لذا فإن الطعام الغني بالأملاح يمكن أن يسهم بارتفاع ضغط الدم هذا كان فيما يتعلق بعامل التضفق أما المقاومة فإنها تصف مدى صعوبة تضفق الدم في الأوعية الدموية وتماماً مثل التضفق فكلما ارتفعت المقاومة ارتفع ضغط الدم يعني هذا ببساطة التغيير في حجم الأنابيب وأقصد بذلك قطر الوعاء بالتالي عندما يصبح القطر أصغر ستصبح المقاومة أعلى في الأنابيب مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم تخيلوا ما يحدث عند فتح خرطوم المياه حيث يندفع الماء من الخرطوم بشكل طبيعي ولا يكون هناك الكثير من الضغط الذي يدفعه بقوة لكن ماذا لو وضعتم فوها صغيرة على رأس الخرطوم؟ ستحصلون على هذا الاندفاع الشديد للمياه هذا بسبب صغر قطر الفوها الذي يضع مزيداً من الضغط على المياه يحدث نفس الأمر مع الأوعية الدموية فعندما يصبح قطرها أصغر يتعرض الدم لضغط أعلى عند انضغاط الأوعية الدموية فإن هذه الحالة تعرف بتضيق الأوعية الدموية عندما يصبح قطر الأوعية أكبر فإن هذه الحالة تسمى توسع الأوعية الدموية يمكن أن يكون سبب ارتفاع المقاومة الشرايين التي أصبحت شديدة الصلابة نتيجة لتقدم العمر أو ترسب الدهون على جدران الأوعية وتعرف هذه الحالة بالتصلب العصيدي يتضفق الدم هنا عبر الوعاء وتبدأ الدهون بالترسب هنا يتكون هنا ما يسمى باللويحات على جدران الوعاء مما يؤدي إلى تقليل قطر الوعاء الذي يتضفق الدم من خلاله إضافة إلى فقدان الأوعية الدموية لمرونتها وجعلها أكثر صلابة هناك قدر معين من المرونة في الشرايين الصحية لذلك عندما يتضفق المزيد من الدم عبرها فإنها تتمدد قليلاً للسماح بتضفق الدم الإضافي لكن إذا فقدت مرونتها وأصبحت صلبة فإنها لا تستطيع التمدد بالحد الكافي بالتالي ترتفع المقاومة وكذلك يرتفع ضغط الدم هكذا تكونون قد وصلتم إلى نهاية الدرس